السيدة شاهي هي من أنجبت جد من يساعدانها على المشي وبحسب الوثائق الرسمية التركية فإن السيدة شاهي من موليد عام 1919 ولكنها في الحقيقة ولدت قبل ذلك بكثير فقد عايشت آخر سلاطين الدولة العثمانية كما تذكر معركة تشنككلا التي قتل فيها بعض أعمامها على حد قولها وتذكر أيضا زيارة أتترك التاريخية لمدينتها ديار بكر أتذكر جيدا الدمار الذي أصاب قريتنا خلال الحرب العالمية الأولى وأتذكر حين قتل أبي في الحرب وقد عشنا مجاعة كاد البشر يأكلون بعضهم بعضا من قساوتها السيدة شاهي لا تعاني أي أمراض مزمنة وقد تزوجت ثلاث مرات أكبر أولادها يبلغ من العمر تسعين عاما وأصغر أحفادها من الجيل الخامس لا يتعد عمره بضعة أيام يقول عمر إن لجدته شاهي أربعمائة وخمسة عشر حفيدا ينتمون إلى أجيال عدة وفق آخر إحصائية أجرتها العائلة قبل ثلاثة أعوام وأبلغنا برغبته في إجراء إحصاء جديد لكن صعوبات تمنعه من ذلك جمع الأبناء والأحفاد في وقت واحد أمر صعب ومكلف ماديا كذلك التواصل مقطوع مع بعض أقاربنا هم في اسطنبول ولا نعرف عنهم شيئا وإن كانت السيدة شاهي عاجزة عن معرفة أعداد أحفادها أو تذكر أسمائهم أو لأي جيل ينتمون فإن ذاكرتها ما زالت تحفظ أحداثا تاريخية وقعت قبل مئة عام جمع أبناء المعمرة شاهي والجيل الأول من أحفادها كان أمرا صعبا لسبب ظروفهم الصحية الصعبة بفعل الشيخوخة وانتشارهم في المحافظات التركية كافة أما من استطعنا جمعهم هنا فهم من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من أحفادها مهران عيسى سكاي نيوز عربية ديار بكر